موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر نناقش فيها تجديد حبس مائة مائة وستة وخمسين شابا قبض عليهم خلال مظاهرات دعم غزة ونصلط الضوء على مقتل ثلاثة رهبان مصريين في اعتداء داخل دير قبطي بالجهانس بارك ونتابع تقديم عرائدة إلى البرلمان البريطاني لتغيير القوانين بالشأن عودة الأثار المصرية من الخارج تابعونا اشتركوا في القناة قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مائة وستة وخمسين شابا خمسة عشر يوما على ذمة تحقيقات على خلفية التظاهرات التي اندلعت في العشرين من أكتوبر الماضي دعما لقضية فلسطين وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة ست وعشرين قاضية منفصلة أعدت في عشرين مدينة ومحافظة مصرية منفصلة أيضا وتخص مظاهرات دعم القضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وينضم إلينا عبر الأطمار الصناعية المحامي شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أهلا بك معايا شريف شريف الحقيقة المشهد معقد خلينا نبسطه لأستاذ أهلا وسهلا خلينا نبسطه لأستاذ المشاهدين نتكلم عن مية ستة وخمسين شاب محبوسين على زمة ستة وعشرين قضية مختلفة في عشرين مدينة ومحافظة في مصر مختلفة كلهم لأنهم خرجوا في مظاهرات دعمة للقضية الفلسطينية أي تفسير المشاهد ده في الحقيقة يعني الخبر ده بيضع عدد من علامات الاستفهام على الموقف المصري بشكل عام والموقف النظام في قضية الحريات يعني هذه المظاهرات تمت بدعوة من السيد رئيس الجمهورية لرافض فكرة المؤامرة على الشعب الفلسطيني بتهجيره قصريا على الحدود وكان موقف طبعا من كل المنظامات المكتبعة المدنية والشعب الموقف شعبي عام مترامونا مع الشعب الفلسطيني جرام الحرب اللي بيتم ارتكابها ضده فبالتالي وكمان مش بس كده اللي دعم هذه المظاهرات أحساب مقررة من الدولة وهي اللي قامت بالحشد في كل محافظات الجمهورية وسمحت بمظاهرات داخل الجامعات وسمحت بمظاهرات في الميادين ووزعت لفتات على الناس فالناس اللي خرجت دي هم خرجوا استجابة في الحقيقة لدعوة الدولة دعوة النظام للتظاهر ترامونا مع الشعب الفلسطيني مش بس في القاهرة أو اسكندرية اللي هم خرجوا وراحوا منها للتحرير أو المنشية في اسكندرية واللي كان فيه ملاحظات أو تحفظات من الأمن المصري على هذه المظاهرات لكن تكلمنا على العشرين محافظة من المحافظات مثلا محافظات القناة الثلاثة من المسوهاج من الودي الجديد اللي هي النشاط السياسي فيها نشاط محدود جدا فبالتالي في الحقيقة وبعد المتهمين بعدم من الاتهمات اللي هي فكرة المشاركة في التظاهر اللي هي دعت لي الدولة أساسا فإحنا هنا الفكرة هنا فكرة فيه فيزدواجية في الموقف يعني أنا إزاي أسمح أو أعمل دعوة لكل الناس أنها تتظاهر ترامورا مع القضية الفلسطينية اللي هي قضية مصرية قضية أمن قومي مصري مش بس من دلوقتي من 50-60 سنة من 100 سنة وإنه الناس تخرج استجابة لهذه الدعوة ويتم الأبضاء عليها وتوجيه اللي بها عدم من الاتهمات بقى يعني الاتهمات كتيرة جدا من كترة حصرها بالإضافة إلى أن كتير من المتهمين كمان كانوا موجودين في وسط القاهرة مثلا بالمصطفة محامي قبض عليه وهو رايح نقابته وهو رايح عمله في حد رايح عمله وجابه ورقة من المكان اللي هو بيشتغل فيها أنه كان موجود في العمل من جو بداية اليوم ففي الحقيقة موقف مستغرب جدا وده زي ما بيقولك هو ده جزء من أزمة الحريات في مصري يعني فكرة الحقف التجمع السلمي هل نحن نعترب بهذا الحقف التجمع السلمي حتى لو دعت لي الدولة نفسها يعني ده كده المشهد معقد يعني الحقف التجمع السلم احنا طول الوقت بالنادي به كانوا من أنواع التعبير على الحرية الرأي وممارسة العمل السياسي وممارسة العمل المجتمع ولكن دلوقتي ده الدولة نفسها بتقول لي تعال يا سلمة نتظاهر لدعم القضية الفلسطينية وبعد كده تيجي مقدماني في المحاكمة من 20 أكتوبر لغاية دلوقتي الناس بتتجدد لها حبس احتياطي 15 يوم وراء 15 يوم 165 شخص 156 شخص حتى الآن وعريضة طويلة جدا من الاتهامات الاتهامات دي برضو خليني أسألك عليها يا شريف عشان أستاذ المشاهدين يكونوا في الصورة لأنها اتهامات الحقيقة بنسمع منها الانضمام الجماعة إرهابية محاولة الدعوة لتظاهر عبل وسائل تواصل الاجتماع وإيه لا يغيره من الاتهامات اللي احنا عارفين الاستاذ دي عايزين وجدت أستاذ مشاهدين مصاري العدارة اللي الاتهامات دي بتواجهوا في الحقيقة يجب أن أقولك بالإضافة أن الاتهامات دي أصلا اتهامات مستغربة وجزء منها يعني فجل التحريض على التظاهر عبل وسائل التواصل الاجتماعي يعني مين حررد مين يعني هي الدولة التي حررت الناس ولدعيتهم للتظاهر زي ما أنت قلت فبالتالي ما فيش تحريض يعني لما الناس تنزل وتقول أن إحنا معها ماشي لما الصحفيين ينزلوا وقفوا قدام سلم النقابة وغيرهم ولما السيدات ينزلوا وتظاهروا في وسط القاهرة ويتم فض المظاهرة بدون ما يتم القبض على حد إذن فيه إحساس أنه الناس دي بتنزل عشان قضية يعني مؤمنين بيها الفكرة كمان أنه هما في الحقيقة الناس دي تعرضت العدم من الانتهكات منهم الاختفاء القصري يعني مثلا الخبر بيقولون وفيه 29 واحد كانوا مختفين قصريا لمدة تقريبا يعني من شهر مثلا أكتوبر اللي فات وظهروا من منذ أيام في نيامة أمن الدولة وتم إصدار قرار بحبسهم ففي الحقيقة هنا فكرة استخدام قانون التجمهور واللي هو صدر مثلا 2014 اللي هو أصلا ترسانة تشريعية منذ الاحتلال الإنجليز المصري يعني فيه انتهام فكرة التجمهور العدد أكبر من خمس أشخاص تخيالي أنت بتتكلمي يعني حاجة ما أضع عليها قرن وما زالت موجودة مش بس متفين بقانون التظاهر اللي هو في الحقيقة قانون فيه بعض الإيجابيات من اللي هو بيسمح أنه الناس تتظاهر في أماكن معينة بدون إختار خيالي بقى يعني في المحافظات كلها مش بس في القاهرة أنه الدولة تتلع عدة أماكن الناس تتروح تتظاهر لها زي هنا في القاهرة مثلا بتتكلم عن الملينة الفشطات ماشي إنما ده ما بيحصلش الفكرة أنه لا 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 الأمن بيقبل أي إختار بهذه التظاهرات وبيتم القبض على المختجين زي ما حصل مع عمال المحلة وحصل معا كتير جدا من الناس اللي هي بس بتقف في مكان معين ما بتتنقلش ما بتمشيش يعني في وسط القاهرة أو في وسط أي محافظة وبتعمل حالة من الألأ اللي الأمن بيبيقل منها ففي الحقيقة طب شريف مصرر عدالة معهم هل بيشوفوا المحامية بتاعهم بشكل دوري هل في قادي بيشوفهم بيتم التجديد ليوموا زي شوفي هو دي برضو دي ملاحظة تانية يعني في إطار أنه الدولة توجهت الفترة الأخيرة لفكرة التجديد عبر الانترنت وأنه أعداد كبيرة بالضبط بيتم عرضهم على النيابة وفي شكاوي في الحقيقة كبيرة جدا من المحامين بأنهم أولا أحيانا ممكن يتموا أصلا أن تجيد حبسهم بدون ما يعرضوا بدون ما ييجوا من المقر المحجوزين فيه لمقر المحكمة وأحيانا لا يتم سماعهم أنهم يدفعوا عن نفسهم أو ما فيش مواجهة يعني أولا أنت افتقطت عنصر المواجهة اللي هو أساس الحق في الدفاع ما سمعتش الموحامين ولا كلامهم رغم أنهما مثلا في حد زي ما بقولك اللي هو تقال أنهما كان في شغله وجاب ورقة من شغله ما تاخدش بهذه الورقة يعني الفكرة هنا ضمنات المحاكمة العدلة في الحقيقة غير متوفرة على الإطلاق كله على الورقة تمام وزي ما بقولك فيلك التجهيد عبر الأولاين دي أو أنهما يسمعش لا المتهمين ولا المحامين طب أنت فين هنا فيه الحق في الدفاع المنصوص على لي في القانون المصري والدستور والمواثيق الدولية نحن نتكلم عنها طول الوقت ففيه أزمة في الحقيقة في العدالة مصري مش بس فكرة في التجمع أو الحقوق التانية لا بشكل عام الدولة رفضة تنفذ أو تلتزم بنصوص الدستور ونصوص المواد المنصوص عليها في القوانين في الحقيقة وتلتف عليها وفي يد الأمن بتطول كل من يخرج عن هذه مش يخرج يعني تزم بهذه المواد ويحاول تنفذها ويطالب بحقوقه الحبس الاحتياطي تحديدا ملف الحبس الاحتياطي تحديدا اللي هو أحد برضو أهم أطلع هذه المحاكمة كان على قائمة أولويات الحقوقيين في مصر على مدار سنين فاتت وشوفناه وكلنا تابعناه على طاولة الحوار الوطني العام الماضي وكان فيه أمل أن يحصل تحسن في هذا الملف والآخر إيه السبب إيه المعوقات الوقفة أمام حل هذا الملف طوال السنوات دي وخاصة بعد أنه هو ما تعرض على الحوار الوطن صحيح فيه مطالب وفيه مناقشات تمت حواليا المشروع قانون التعديل الحبس الاحتياطي إنما إذا أقولك الموقف المتناقض هنا إنه يصدر تعديل من حوالي شهر أو شهر وشوية في قانون الإجراءات الجنائية عندما يتناول الحبس الاحتياطي يتناوله بالتشديد يعني يتناوله أنه يبقى أسوأ مش للأفضل زي ما احنا كنا بنطالب أنه يلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي اللي هو عمين تمام ويعدل بقى حاجات لي علاقة بالقضاء العسكري أو لآخره ففكرة هنا أنت حتى مطالب الناس في أنه يبقى مدة الحبس الاحتياطي إنه كإجراء استثنائي والمفروض من إجراء استثنائي لأنه لسه ما زال تحت التحقيق ما صدرش عليه حكم فهو مجرد متهم عنده قليلة البراءة فإنه هو الحبس الاحتياطي يتحول لعقوبة الناس تقعد أربع وخمس سنين بدون حكم قضائي ده منافي لأبسط مقتلعات العدالة يعني ده كلام ما بيحصلش شكرا يا شريف بشكرك يا شريف شكرا لك شريف الهلالي المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان شكرا يا شريف قالت الكنيسة القبطية الأرثوذوكس أن ثلاثة الرهبان مصريين قتلوا في اعتداء داخل دير قبطية في جوهانسبيرغ بجنوب إفريقيا وأوضح المتحدث باسم الكنيسة في بيان أن الرهبان الثلاثة تعرضوا لاعتداء وصفه بالإجراء ما أدى إلى مقتلهم وأضافها أن أحد الرهبان القتلى هو الراهب وكيل إبراشية جنوب إفريقيا من جانبها قالت شرطة جنوب إفريقيا إنها ما زالت تحقف في مقتل الرهبان الثلاثة وانضم إلينا من جوهانسبيرغ مرسلنا في جنوب إفريقيا داود حسن أهلا بك معايا داود وخلينا نعرف أي أهم المعلومات عن هذا الحادث المعلومات الموصلة لي إلى الآن أنه بشع مرحبا سيهان في الحقيقة الوضع ما زال على غمض لم ترشح أي معلومات حاسمة على الجناة وعلى أهدافهم أو على نياتهم لماذا قاموا بهذا الاعتداء ما لدينا من معلومات هو أن ثلاثة من القساوسة على رأسهم وكيل المطرنية المصرية الأترطبسية في جنوب إفريقيا كان أحد الضحايا والأب السموئيلي وأيضا الراهبين يوستا ماركوس ومينا ماركوس وهم ينتمون إلى إلى محافظات الفيوم وألمينيا وسهاج الشرطة قالت أن هناك شخص آخر تعرض للطعن ولكنه نجى من الحادث وهناك شخص آخر مصري مسيحي تم القبض عليه للشك في تورطه أو أنه على صلة بالحادث السفارة المصرية هنا أيضا قامت بزيارة المكان والاطلاع على مجراء هنا في الإبراشية أنا أقف أمام الإبراشية الأرثوذكسية المصرية في جوهانسبرد لم يتحفظوا على إعطاء أي معلومات عن ما جرى وقالوا أن الأمر متروك إلى الشرطة الحقيقة الدير الذي وقع فيه الحادث هو يقع على بعد نحو 140 كيلو مترا من هنا معكسها نعم داود لكن ممكن تحطنا في السرع عن أصداء دريمة جوهانسبرد أصداء الجريمة لدى الجالية المصرية هناك في الإعلام في جنوب إفريقيا في الحقيقة الإعلام في جنوب إفريقيا لم يتناول القضية بشكل واسع وذلك لأن البلد مشهورة بسجلات عالية من الجريمة يوميا يقتل ما بين 60 و64 شخص ويوميا أيضا يتم الخطف ما لا يقل عن 80 شخص بمجموعة سنوية نحو 4000 شخص نسبة الجريمة في جنوب إفريقيا هي خمس أضعاف النسبة المتعارف عليها دوليا وذلك يأتي إلى بسبب الفقر المطع الذي يعيش فيه جزء كبير من الشعب وهناك نسبة البطالة التي تزيد على 40% بين السكان بشكرك كنت معنا من جوانسبرغ داود حسن مراسلنا في جنوب إفريقيا شكرا يا داود واصل المصريون في المملكة المتحدة تقديم عرائد إلى البرلمان البريطاني لتغيير القوانين بشأن عودة الأثار المصرية من الخارج وطالبت عريضة قدمت مؤخرا بتعديل قانون المتاحف الإنجليزية لعام 1963 وتستحوذ الأثار المصرية على المساحة الأكبر من المعروضات في المتحف البريطاني وانضم إلينا من الأسكندرية دكتور حسين عبد البصير عالم المصريات ومدير متحف الأثار في مكتبة الأسكندرية أهلا بك معايا دكتور حسين ويعني خليني أسأل حضرتك من البداية إلى أين وصلت المطالبات المصرية باسترجاع الأثار المصرية من المتحف البريطاني وهل لزالت شعبية فقط أم انضم إليها مطالبات رسمية والله ما تزال هذه الطلبات في طور أن هي طلبات شعبية ويطالب بها عدد كبير جدا من النشطاء أو نقدر نقول أيضا علماء الأثار أو المسؤولين السابقين في الحكومة المصرية لكن إلى أن آل لم تخرج أي دعوة رسمية أو أي مطالبة رسمية من مصر لعودة هذه الأثار إلى مصر ما عندنا السبب دكتور حسين حتى الآن في رأيك يعني لم تخرج دعوة رسمية طبعا إلى الآن زي ما حداك عارف أستاذ سلمة ما نزال في طور الإعداد لهذا الأمر والعدد يعني لم يصل إلى العدد الكبير من المطالبين من النشطاء وعادة بيطمحوا أنهم يصلوا إلى مليون شخص يطالبون بعودة الأثار المصرية من المتحف البريطاني خصوصا بعد أن تمت سرقت الكثير من الأثار من داخل هذا المتحف التاريخي الكبير فلدينا قلق بالغ في مصر أن تسرق أيضا هذه الأثار المصرية الموجودة لديهم لكن دكتور حسين هو بالتأكيد الدولة المصرية نفسها مش مستنية مليون ناشط يحاول الدعوة إلى عودة هذه الأثار فسؤالي في رأيك لماذا تأخرت الدولة الرسمية المصرية في دعم هذه المطالبات الشعبية والله هناك كانت مطالبة شعبية يعني قبل ثورة يناير عندما كنا نطالب بعودة رأس نفرتيتي من المتحف برلين في ألمانيا لكن قامت ثورة يناير وتوقف كل شيء منذ ذلك الحين ثم عادت المطالبات مجددا بعودة حجر رشيد وكذلك بعض الأثار من مطحف اللوفر نتمنى أن تتم هذه المطالبات دكتور حسين إيه الردود الفعل من الجانب البريطاني يعني إيه الأسباب اللي بيقدمها لتجاهل كل هذه المطالبات هو الجانب البريطاني يعني متمسك مثلا بحجر رشيد تمسك بالغ لأنه بيقول هذا الحجر يعني خرج منذ فترة زمنية بعيدة ولا نستطيع أن نعيد هذا الأثر إلى مصر وعلى زي ما حكي عارفة حجر رشيد بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم أثر مهم للغاية واعتبر من رواعع المتحف البريطاني فإذا خرج هذا الحجر من بريطانيا وعاد إلى مصر ونتمنى أن يتم تتم عودته ويعود كي يعرض في المتحف المصر الكبير عند افتتاح قريبا إن شاء الله تعالى لكن الجانب البريطاني متعنت في هذا الأمر وسواء كان الأمر من نشطاء أو حتى تمت المخفضة على ذكر هذا الأمر تحديدا حجر رشيد تحديدا الحقيقة أنه في بعض النشطاء في بريطانيا نفسها ومحامي مصري أعلن أنه هو قدم عريضة بالفعل إلى البرلمان البريطاني وبيطالب كل المصريين وكل العرب وكل المهتمين بالأثار توقيع عليها لأنها بتطالب تغيير قوانين المتحف في بريطانيا بشكل عام هل تتوقع أن فعلا يحصل دعم لدعوة زي دي وخاصة أنها مش هتفيد مصر فقط هي ممكن تفيد دول كتير أتمنى أن ينجح في هذه الدعوة زي ما حدك ذكرتي وأنهم عندهم كثير من القوانين لابد أن يتم تغييرها كي يتم عادة هذه الأعثار إلى بلدانها الأصلية وليست مصر في حسب عندنا أثار من اليونان من العراق القديم من كل البلدان في منطقة الشرق الأدنى القديم من المتحف البريطاني يعني قام على يعني عدد كبير جدا من الأعثار سواء المسروقة أو التي خرجت بطرق غير شرعية أو بطرق شرعية من هذه البلدان وحان الوقت أن تعود هذه الأعثار إلى بلدانها مرة أخرى كي ينعم أبناء هذه البلدان بمشاهدة هذه الأعثار في بلادهم وفي متاحثة طيب دكتور حسين هل نجحت مصر في استعادة أي من الأعثار اللي خرجت من مصر نقدر نقول مش هنقول بطريقة شرعية بس نجح خرجت غير اللي خرجوا بطرق غير شرعية لأن مصر بالفعل نجحت في هذا المطار لا في هذا المطار هل نجحت في استعادة الآثار أخرى فضل طبعا احنا رجعنا في الفترة الماضية أثار عديدة وحتى رجعنا أثار من إسرائيل ومن مولان عديدة بلغت الأثار رجعت مصر حوالي 30 ألف قطعة أثرية يعني منها أثار فريدة جدا كان أخيرهم مثلا منذ فترة التابوت سرق وعرض في المتحف المتربوليتن في نيويورك وتمت إعداده وهذا التابوت موجود حاليا في المتحف القومي الحضارة المصرية في الفسطات فكل الآثار التي يعني سرقت أو خرجت من مصر بشكل غير شرعي تم استردادها يعني بشكل كبير في الفترة الماضية ومازال هذا الملف مفتوحا ومتزال المطالبات متزال المتبعات مستمرة بالنسبة للقانون المصري هل الحجر زي حجر رشيد أو الأثار اللي خرجت في هذه الحقبة تعتبر نعتبرها في القانون المصري والدولي أيضا أنها خرجت بشكل غير شرعي زي الأثار الحضارة طبعا هي خرجت بشكل غير شرعي لأنها كانت فترة احتلال لمصر وخرجت طبعا هي الحجر كان الأول في ملكية الفرنسيين ثم قالها البريطانيين وخرج من مصر بطريقة غير المشروعة فهذه الأثار عليها البصمة المصرية ولا يستطيع أحد من كان من كان أن يتجاهل هذا الأمر على الإطلاق بشكرك دكتور حسين عبد البصير عالم المصريات ومدير مدحف الأثار في مكتبة الأسكندرية شكرا لك يا دكتور وصلنا إلى ختام بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة مزيدا من الأخبار على موقعنا العربي دوتكم إلى اللقاء سبحانه على الخير اشتركوا في القناة